جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الحياة التي نقرأ منها سكان دكا يحتفلون بالعام البنغالي الجديد جاء في تفاصيل الخبر احتفل سكان دكا بالعام البنغالي الجديد وبالرسم على الوجوه والرقص وتنظيم مسيرات في شوارع العاصمة وارتدى الاف من سكان المدينة ملابس زاهية الالوان ونزلوا الى الشوارع للاحتفال بهذه المناسبة ويجري الاحتفال بسنة البنغالية الجديدة في الرابع عشر من شهر نيسان ابريل من كل عام الى صحيفة الاتحاد الاماراتية مشاهدين التي نطالع منها كويكب يمر بمحاداة الارض يوم الاربعاء اعلنت وكالة الفضاء الامريكية ناسا ان كويكبا صغيرا قطره ستمائة مترا سوف يمر بمحاداة كوكب الارض يوم غد الاربعاء مؤكدة ان خطر تيتامه بالارض معدومة وتعود زيارة الاخيرة لهذا الكويكب لجوار الارض الى اربعة غرون اما الزيارة التالية فلن تكون قبل 2600 سنة اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية الرئيس الفلبيني يتصدر قائمة الاشخاص الاكثر تأثيرا في العالم تصدر الرئيس الفلبيني رودريغو دو تيرتي القائمة السنوية لمجلة تايم الامريكية للمائة شخص الاكثر تأثيرا في العالم والتي تعدها المجلة عبر استطلاع اراء القراء من خلال الانترنت وحصل على 5% من اصوات القراء ختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت بين صفحاتها مقبرة تاريخية في لندن عثر عليها بالصدفة عثر في لندن صدفة على مقبرة تعود الى القرن السابع عشر تحتوي على عشرين تابوتا في مبنى كنيسة قديمة ويعود احد التوابيت الى ريتشارد بانكروفت اسقف كانتر بيري بين العامين ألف وستمائة وأربعة وألف وستمائة وعشرة اشتركوا في القناة